الحقيقة أنه الملف الصحي ملف الحديث فيه حديث مهم جداً لأنه الدولة المصرية أولت اهتمام كبير جداً بهذا الملف على مدار السنوات اللي فاتت ويمكن ده كان واضح بشكل كبير من خلال المبادرات الرئاسية الهامة والفعالة واللي كان بيطلقها بنفسه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمكن وإحنا بنتكلم عن المبادرات الرئاسية كلنا دماغنا بتروح لمية مليون صحة ودي المبادرة اللي نجحت في القضاء على فيروس سي ده الكبوس اللي كان بيقرق يعني الكتير من البيوت المصرية وفقد وغالي وعزيز بسبب هذا الكبوس ولما أعلننا بلدنا خالية من فيروس سي ده مجهود كبير جداً كان وراه يعني أطقم طبية عملوا مجهود كبير قوي علشان نوصل النهاردة أن بلدنا تكون خالية من هذا المرض اللي كان متوطن عندنا ده مش بس كده كان فيه مبادرات رئاسية كمان اهتمت بصحة المرأة وصحة الطفل ونتكلم عن الأمراض المزمنة نتكلم عن حالات ضعف وفقدان السمع نتكلم عن أمراض السرطان نتكلم عن حاجة كانت بتحمل الكثير من الأمل لبيوت كتير جداً وهي القضاء على قوائم الانتظار اللي بيبقاعد مستني دوره في قوائم الانتظار وهو في حالة حرجة ما يقدرش أصلاً يستنى وسيادة الرئيس قال الناس ما تقدرش تستنى وجينا من هنا بإنهاء قوائم الانتظار من 2018 هلنهار دا الحقيقة في التساعة هنقش مع حضراتكم أوضاع الملف الصحي على وجه التحديد في السنين اللي فاتت وبشكل أكبر هيكون كمان معنا في الفقرة الرئيسية حديث هام جداً عن الملف الصحي لكن الحقيقة المهمة دلوقتي نحن نتكلم ونجاوب إزاي على مدار السنين اللي فاتت المبادرات الرئيسية أحدثت الفارق في هذا الملف الصحي في تحسين أوضاع المصريين الصحية وفي أن تجعل صحة المصريين أولوية كما تحدث أسيد رئيس عبدالفتاح السيسي في كل يعني محفل كان بيتحدث عن هذا وأنه صحة الناس أمن قومي اسمحوا لي أن أنا رحب بالأستاذ الدكتور محمد عوض تاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بسأل خير على حضرتك يا دكتور وبرحب بك في التساعة بسأل خير على حديث وشكرا جزيلا يا فاتح أهلا بحضرتك الحديث عن المبادرات الصحية الحقيقة الرئيسية حديث مبشر ويمكن أنا على وجه التحديد لما بحب أشوف جانب إيجابي مشرق ببص على الملف الصحي لأنه المجهود اللي اتعامل مجهود جبر في ملفات كانت واجع كل البيوت المصرية فيروس سي قوائم الانتظار حتى بقينا بنهتم بأشياء كانت بالنسبة لنا رفاهيات صحة الطفل وإن إحنا نشوف جوه المدارس الاهتمام بالأنيميا والتقزم وسوق التغذية دكتور محمد حضرتك سامعني أنا سامع حضرتك أيضا فهذه المبادرات الرئيسية الحقيقة يعني أحداثة الفارق في حياة المصريين وفي صحة المصريين دكتور محمد أنا كلا سامع حضرتك بودو هذه الفترة بتشهد طفرة حقيقية في الملف الصحي زي ما حضرتك قلت وستك يعني بدأتي في الحلقة ما كلمت عن مبرد حياة كريمة هي جزء من الصحة جزء من هذه الحياة الكريمة عندما يجد الإنسان لي والأولاده والأحفاده والزوجته وكل عيلته الرعاية الصحية المتكاملة سواء الأخائية أو التشخصية أو الهلدية حضرتك بدون شك وأنا أعيش هذا الملف تماما واللي بيقدمه سيد رئيس رئيس الفتح السيس لهذا الملف من دعم مادي ودعم مؤسسي ودعم للكوادر الطبية الحقيقة لم يشهد له مثيل قبل هذا الرعاية الصحية مهمة جدا مهمة صحة الإنسان وحضرتك الدولة بترعى الإنسان من قبل ما يتولد يعني رعاية للحوامل ما قبل الحمل وفي أثناء الولادة هي ما قبل الولادة ثم رعاية الطفولة ثم هذه المبادرات التي ساهمت كثيرا نحن بنسد فجوة ما بين ما كان متاحا وما سوف نكون عليه في الإنجازات المستمرة والمتكررة حتى نصل أن يبقى فيه نظام صحي متكامل مؤسسي والحمد لله ربنا كرمنا بكوادر بشرية رائعة في مصر سواء طباء أو الفئات المساعدة التي تستطيع أن تقدم هذه الخدمات بحرفية شديدة جدا وعندها الخبرة والكفاءة أنها تقدم هذه الخدمات وطبعا الدليل القاطع على ذلك حاجات حدك قلت منها جزء قلت القضاء على الكاب الكابل القضاء على الحزبة والسعال الديكي وفي حاجة تانية مهمة جدا القضاء على الشهل الأطفال والبلهارسية يعني عندنا إنجازات صحية يضرب بها المثل وكفاءات كبيرة كده أن تستطيع أن تقدم هذه الكفاءات منظومة التأمين الصحي يا دكتور رعوت كمان منظومة التأمين الصحي كمان دي منظومة كانت حبيثة الأدراكسينين طويل أنا خلص أكلم حيك عليها إحنا كان عندنا التأمين الصحي ما زال قائم ويغطي حاليا 58 أو 60% من المواطنين لكن نظام تأمين صحي شامل يغطي المواطن بكل متطلباته الوقائية والعلاجية والتحصينية والتدخلات التبية بكفاءة كبيرة جدا النهاردة بيتطبق تدريجيا تقريبا بقينا في ست محافظات فعلا بيتم فيها وكل سنة هيشهد مزيد من المحافظات طيب الحتة اللي لسه فيها لم يصلها كل هذه الخدمات أنت بتعمل أحدك بتعمل مبادرات رئاسية صحية تقدم هذه الخدمات المستشفى بيحصل فيها إنجاز كبير جدا سواء العدد اللي بيزيد إنشاء مجموعة كبيرة من المستشفىات من ناحية وتجهيز هذه المستشفىات وأنها تعمل بكفاءة كبيرة جدا تبعا لكل المعايير العالمية والجودة الهائلة التي تضمن سلامة وصحة الإنسان وطبعا فيها كان عندنا تجربة رائدة دعمة دعمة كبيرة جدا من سيد الرئيس وحققت إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم كله اللي هي أثناء فترة وباء كورونا الحقيقة سواء الدعم الحكومي دعم سيد الرئيس تجهيز المستشفيات تجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية وضع كمية كبيرة جدا من الاحتياط الاستراتيجي الحقيقة جيش الأبيض اللي هو الأطباء والفئات المساعدة لعبت دور كبير جدا وساهمت في إنجاح القضاء على سواء زي ما حقق قلت التابة كابي دي سي أو كورونا أو أي أمراض أخر فالنهاردة كل يوم الحقيقة مصر بتشهد إنجاز كبير في هذا الاتجاه وما زلنا بنكافح ونزل وندفع نحو مزيد من الإنجازات في قطاع الصحة ويمكن دكتور كنا نتكلم أول الحالة عن إشادة الأمم المتحدة والمناصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلا نابنوفا بيه نظام تأمين الصحي في مصر ولما بنقول إنه الأمم المتحدة بتشيد هنا الأمم المتحدة لا تجامل حقرتك هي منظمة الصحة العالمية وساتك بتكلمي عن ممثلة المنظمة في كمهورية مصر العربية وبنتكلم عن المكتب الإقليمي اللي هو موجود في مصر الحقيقة بيشهدوا لحظة لحظة كل الإنجازات والتطورات التي تحدث في مصر وبترسط هذا دي ما فيهش مجاملات زي ما حد قلت رصد كبير جدا بتسجل عن إنجازات في هذا الخطاع والحمد لله إنجازات كبيرة جدا بتتم في جميع المجالات ومزيد أيضا من إنجازات قام الانتظار كل يوم بتحقق فيه ألاف جراحات بتتم وحاجات متقدمة جدا يعني جراحات في القلب، جراحات في الصدر، جراحات في المخ زرع أعضاء حاجات عاجلة في القلب سواء تداخلية أو علاجية كل دي إنجازات الحقيقة وفيه أولويات طبعا يعني الأورام أولوية، القلب الأولوية الدموية أولوية، جراحات المخ أولوية كل دي بتتم لألاف من المواطنين وطبعا على نفس المستوى الدولة بتسعى لتوطين الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحديثة بحيث بفيه نوع من الأمان والاستقرار وضمان هذه المواد المهمة جدا بصحة الإنسان صحيح، الكوادر التبية إزاي استفادت من التطوير اللي حصل في المنظومة الطبية دكتور محمد؟ والله فإنما شهدت كثيرا عايز أقول لحدك إحنا نبارح كنا في مؤتمر باحتفال بيوم العالمي للقلب حضرتك أنا ذكرت أن قانون المجلس الطبي المصري اللي هو قانون 12 لسنة 2022 مبارح مجلس الأوزر وافق على الإحادة تنفيذية المجلس الصحي المصري برئاسة يعني تحت رعاية وإشراف السيد الرئيس الجمهورية هذا المجلس بينظم تماما الخدمات وبعد التخرج طبعا من كليات الطب عملية التدريب والتعليم المستمر ورفع الكفاءة واكتساب الخبرات في المجال الطبي لكل القطاع الطبي كل التخصصات الطبية تقع تحت مظلة هذا المجلس الطبي المصري أيضا تدريب الكوادر وعطاء الشهادات المعنية احتماد هذه الشهادات المتابعة والتدقيق في البرامج العلاجية والتشخصية الهدف الرئيسي تماما هو رفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع قدرتها وتحفزها وأيضا ضمان أمان الكامل للمريض المصري طيب دكتور محمد بما أن حضرتك معي لازم أسألك يعني لأن الناس طول الوقت تبقى عندها واجس مما يحدثت حولنا من تغيرات مناخية من حاجات كتير يعني ما بنبقاش متوقعين هل إحنا عندنا أي تكوف من أي أمراض ممكن تكون موجودة عندنا لفترة الجاية أنا بشكورك يا أستاذ هدير على هذا السؤال الهم جدا إحنا أي وباء أو أي مشكلة ويضاف إلى هذا طبعا بعض السادة اللاجئون من بعض الدول الأخرى إلى مصر إحنا في حالة ترقب وترصد شديد جدا إحنا بالرائب الإنسان بالرائب الطيور بالرائب كل شيء منقول عشان نضمن سلامة مصر من أي وباء يخش إلى مصر وإحنا الحقيقة يعني المثل اللي بقوله دايما لأنه مثل ناجح ومؤثر هو وباء كورونا إحنا كان فيه ترصد وبدأنا الاحتياط والعمل بتوجهات سيدة الرئيس ورعايته ودعمه من قبل الوباء ما يجي مصر إحنا بدأنا من أول 2020 عندما علمنا وإحنا ملتابع طبعا علميا وطبيا وبيشدقة شديدة جدا وبعدين ما جلنا في مارس 2020 كان هناك بداية للاستعدادات القوية جدا فعايزة تطمن حررتك وطمن مصر كلها كل سنة طيبين إن الترقب والترصد والمتابعة جزء هام جدا من العمل الصحي جزء هام جدا من مسؤولية الدولة حماية البلد وحماية الوطن من أي أمراض وباء إحنا نحلصنا من أمراض كثيرة جدا وأيضا بنراقب حتى نمنع دخول أي أمراض لك حاجة أصبت نقطة أهمة جدا على الجزء المناخي حضريك عايزة أقول لحضريتك إن إحنا يعني طبيا وعلميا وجامعيا من زمان جدا بنتكلم على تأثير التغيرات المناخية على الصحي اللي هي تأثير على حاجات كثير جدا يعني انتشار كثير من الأوباء صحيح الزلازل والبراكين والكلام ده كله جزء منه ناتج لهذا كل ده ما بيحصل بيسبب أمراض يعني النهاردة ناس بيتكلموا على إن الحتة اللي حصل فيها هذه المشاكل انتشرت فيها بعض الأمراض نقلات الحشرات اللي يبتنئل الأمراض يعني هي بنسمع على الوباء الفلاني بالفيروس الفلاني نالته الحشر الفلاني هذا كله جزء منه نتيجة لتغيرات المناخ تراكم المياه الفيضانات وجود الأدربة والأبخرة يعني مثلا أما يحصل نوع من الأبخرة أو الأدخنة المحملة أو الأدربة المحملة بالجرسيم بتسبب أمراض بتسبب حساسية في الصدر الحمد لله ما عندناش ملادية الحمد لله لكن في بلاد الملادية نتيجة نقلات الحشرات بتنتقل نتيجة لتغير المناخ النقص الغذائي في بعض الحتة أو بعض المناطق نتيجة لتغير المناخ بيؤثر على تغزية الإنسان وصحته الموضوع بتاع المناخ وتأثيره على الصحة موضوع كبير جدا وإحنا درسينه وبندرسه وبنقوله ونتمنى أن العالم كله يتنبه لهذا لأنه عندما هتحدث مشاكل هتبقى عالمية ومش هتبقى موجودة بحتة واحدة هتنتشر في أماكن كثيرة لكن ربنا يكرمنا بالجهود اللي بتبزل والطاقات الكبيرة جدا بتحمي مصر إن شاء الله من أي مشاكل صحية الله يطم من قلبك يا دكتور محمد دكتور محمد عود تاج الدينة المستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية شكرا جزيلا يا دكتور على وجود حضرتك معنا وشكرا موصول لكل القائمين على العمل داخل المنظومة الطبية فموصرنا